سيد الرافعي هناك أزمة اليوم وهم الآن المتقاعدين والمشتوبين والمعطوبين في الجيش الوطني سابقا في الجزائر لو تحدثنا عن أسباب هذه المشكلة وكيف تعاملت الدولة أو السلطات في الجزائر مع هذه الأزمة والله أنا كان بيودي أن تعرضوا أحد الفيديوهات لأحد هؤلاء وهو كان رقيب أول سابق أو مساعد أول المهم كان برتبة ضابط صف تحدث في هذا الموضوع بإيجاز وإبداع في كلمتين قال لهم اعتبرون مثل هؤلاء الأبواق الإعلامية ومثل هؤلاء المدنيين الذين يلهثون ويزينون الباطلة للناس ويدعمون الظلم ويدعمون الدكتاتورية وتغذقون عليهم بالأموال اعتبرون مثلهم نحن يعني دفعنا أعضاء من أجسادنا يعني هما في الغالبية الغالبية معطوبين يعني الآن إنسان حتى ما يقدرش يمارس نشاط يسترزقوا منه فهم الآن أصبعهم حالات إنسانية يعني لو كان ربما المطالبهم ليست حتى مطالب اجتماعية أنت تتكلم عن المعطوبين يعني تتكلم عن حالات إنسانية عن عهات مستدامة عن ناس يعني فقدت أعضاء من جسدها فبالتالي الحديث عنها لابد أن يتخذ منحا إنساني لكن هذا المفروض أنه يقدم دليل دامغ لقوات الدرك التي نكلت بهم الأسبوع الماضي في منطقة بن طلحة هؤلاء الدرك بالمناسبة الدرك الوطني هو جزء من الجيش الوطني الشعبي فهؤلاء فيه من كانوا زملاء أيام التسعينات يتخندقون في نفس الخنادق في الجبال ويواجهون الرصاص من كل اتجاه اليوم يقمع زميله المعطوب المشتوب والأكثر من هذا فيه فيديو آخر ربما لو عرضتهم وكان جميل جدا يعني شاب درك شاب يلتقي والده الدرك السابق مع المحتجين فما كان منه إلا أن رمى بخوذته على الأرض وأجهج بالبكاء يعانق والده فكانت صورة يعني تدمي القلب أنا لا أعرف أنا دائما أقول قديما كنا نقول هؤلاء العملاء والخوان الذين يحكموننا هل هم جزائريون مثلنا الآن تغير السؤال هذا هل هم بشر مثلنا نريدهم أن يكونوا بشر مثلنا يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وبالمناسبة أنا رغم أنني أتضامن مع هؤلاء الجزائريين أنا أقول لا أقول لا أسكريين ولا مشتوبين ولا في النهاية جزائريين رغم أنني أتضامن معهم لأنهم أبناء بلدي مثلي لكن ما يحز في نفسي أنه لابد للدارك للشرطة أن تتعظ بهؤلاء بمثل هؤلاء تكونوا العظى التعظوا اليوم تدفعكم العصابة الحاكمة للبتشي بالعزل بالمدنيين الذين يطالبون تحرير الجزائر والجزائريين لكن سيد الرافع كان هناك تجاوب من السلطات في الجزائر مع أيضا مطالب العسكريين والمتقاعدين والمعطبيين وهذه اللواح كانت مطالبهم مرفوعة منذ عام 2014 اليوم السلطات تتجاوب مع هذه المطالب لماذا؟ أي تجاوب؟ أي تجاوب؟ شوف أنت تقول أنها من 2014 ربما أقدم هذه قضايا مستدامة هذه معضلات مستدامة تتطلب حلولا جذرية لا تتطلب مهدئات يعني يقال في العلوم السياسية أو في الإعلام إذا أردت أن تجهد مشروعا أو مبادرة فخصص له لجنة هذا الأمر لا يحتاج إلى لجان لا يحتاج إلى مناقشات هذا الأمر يحتاج إلى صندوق مالي ملف يضعه صاحب الحق ويأخذ حقه كاملا غير منقوص وهنا ليأخذ الحق لكن بالنسبة لتجاوب السلطات سيد الرافعي هل هذا التجاوب له علاقة مع اليوم عبدالحراك إلى الزخم مرة أخرى؟ هل هناك تخوف من السلطات أن يكون هناك زخم جديد يضاف إلى الحراك في الجزائر؟ هو العصابة الحاكمة هي يكفيها ما لها من أعداء في الداخل في شتى شرائح المجتمع فهي لا تريد أن تشتري عداء إضافيا هذا من جهة من جهة ثانية تريد أن تخرص أصواتهم من خلال ما تسميه احتواء حتى لا يرى العسكريين الآن بأم أعينهم ماذا صنع وماذا تصنع هذه العصابة بأسلافهم حتى لا ينجروا في أي عملية أخرى لمن جر إليه هؤلاء فبالتالي هي الآن تريد أن تحيدهم من الحراك بالمناسبة هم أيضا هددوا هددوا قال لك يا إما أن تلبوا طلباتنا أو ننضم إلى الحراك وما أسوأه من كلام وما أسوأه من تهديد لأنه مشروط هو يعني تعتبره أنه مشروط عار يعني أليس من العار أن تقف مع متظاهر في الشارع هو يقول الشعب يريد الاستقلال وأنت تقول أريد خمسمائة الف يعني خمسة الاف دينار جزائري إضافة تعرف خمسة الاف دينار جزائري هي خمسة وعشرين أورو يعني أليس عارا أنت تقف جنبا إلى جنب واحد يقولك أريد الجزائر بخيراتها ونفطها وغازها أريد الحرية اللي هي أسمى قيمة أريد لكن أنت تطالب بخمسة يعني شوف أنا دائما أقول لهم لما فيه بعض الناس يعني طول مدة الحراك أصبح بعض الأقنعة تسقط وخاننا البعض وباعنا البعض لكن كنت أقول سامحني كنت أقول دائما من باع باع نفسه ومن خان خان نفسه ومن باع جعل لنفسه ثمن ومن يجعل لنفسه ثمن ولكن ألا يحسب للحراك سيد الرافعي يعني الكل بدأ يهدد بالحراك اليوم كما ذكرت يهددون ويشترطون إذا لم يتم الاستجابة سوف نذهب إلى الشارع ألا يحسب للشارع ألا يحسب لأنه بالفعل صوته مسموعا ويهدد هذه السلطة الجزائرية له دليل على أنه قوي ويمثل خطرا وجوديا على العصابة الحاكمة لما أقدمت العصابة الحاكمة منذ 28 فبراير ورغم الصراعات اللي مبينها في كل مرة تركب عصابة تنكل بشركائها على الاستدرار عطف الجزائريين ومع ذلك إذا أنت ركزت على قوة الحراك أنا أركز على شيء آخر على وعي الحراك الحراك قوي جدا بدليل أنه دفع بالعصابة للتشضي ولنهش بعضها بعضا لكن أنا أمتدح وعي الشارع لأنه لم يقنع ويرضى بهذه وهنا في سؤال أيضا في هذا الموضوع أخي لماذا تسارع الحكومة والسلطات اليوم الاستجابة لمطالب العسكريين بينما تماطل مع المدنيين باختصار ذا سمحت لأنه قتلك هؤلاء يطلبون خمسالاف وستالاف دينار والآخرون يطلبون جزائر مستقلة ويطلبون الاستقلال يطلبون التحرر يطلبون أن يسترجعوا دولتهم ونفطهم وغازهم شتانا بين المطالين وغدا يوم الجمعة كيف سيكون المشهد؟ استمرار لما كنا عليه بالمناسبة سنكون منتشين إن شاء الله بإطلاق صراح أخونا يسين خالدي وبتبرئة أخونا الحر بوراس حسان كيف سيكون المشهد برأيك؟ سوف لن يختلف كثيرا عن مشهد 19 مارس الماضي شكرا لكم السيد الدولار رافي الكاتب والمحلل السياسي الجزائري على هذه المشاركة والشكر موصول لكم على حسن المتابعة دم دم يمال الله شكرا لكم